سهلا فيكم حبايبي بفيديو جديد على قناة سامبلس فيديو اليوم إن شاء الله رح نحكي على أهم موقع لتصميم صورة مصغرة احترافية لفيديوهاتنا على اليوتيوب مثل ما بنعرف أنه أهم سبب عندنا لزيادة التفاعل والمشاهدات على فيديوهاتنا هي الصورة المصغرة اللي بتكون محطوطة على غلاف الفيديو فإذا كانت الصورة حلوة وجزابة فرح يجينا مشاهدات كتير وتفاعل كبير أما إذا الصورة عادية وغير ملفتة للنظر مع عنوان عادي فبضمن لك ما رح يجيك ولا مشاهدة على الفيديو خلونا نروح بدون مقدمات طويلة لنبلش بالشرح على الموقع الموقع عنا لليوم رح يكون موقع كانفا وهو من أهم المواقع المشهورة في تصميم بشكل عام كتصميم فيديوهات، تصميم صور، بروشورات، قسائم، شهادات فهو موقع شامل ومجاني مع وجود بعض الامتيازات المدفوعة نحن حاليا رح نستفيد من خدمات المجانية على هذا الموقع خلونا نروح بشكل مباشر ونبلش بالشرح أول شي رح نفتح جهاز الكمبيوتر ونروح على محرك البحث ورح نكتب كانفا ممكن تحب تكتبع عربي أو انجليزي رح يفتح لك نفس الموقع مثل ما أنا شايفين ظهرت معنا أول نتيجة كانفا رح نضغط على أول رابط عنه طبعا مثل ما ذكرنا هذا الموقع شامل بيفيدك بكتير شغلات فيك تصمم لوجو لقناتك فيك تصمم غلاف أو حتى ستوريات قصص أي شي ممكن تصمم عليه خلونا نتعرف على واجهته بشكل سريع طبعا بالأعلى مكتوب كانفا الصفحة الرئيسية قوال التصميم تحرير صور الأسعار ابتكار تصميم طبعا هون مسجل دخول انت مجرد ما تفتح الموقع رح يطلب منك إنشاء حساب فيك تشتغل بشكل مجاني ولكن يفضل تعمل حساب حتى يحفظ لك تصاميمك وشغلك على هذا الموقع خلونا نروح على التصاميم الخاصة فيني حتى ورجيكم شلون هذا الموقع عبي يحفظ كل شي بنشتغله هلا مثل ما أنا شايفين هاي الصور المصغرة لمعظم فيديوهات على قناتي عبي يشتغله على موقع كانفا فرح يعطيك شغلات كل شي بنشتغله انت رح تشوفه هون حتى مع امكاني إنه ترجع تعدل على هذا المشروع هذا بوفر علينا وقت كبير إنه نحن نرجع على صور ونغير الكتابات أو نغير الصور نطلع بفكرة جديدة من أفكار قديمة أو إذا ما بدك تشتغل هالشغل فيك تروح تعمل تصميم جديد خلونا نشوف الطريقة طيب خلونا نبلش مباشرة ونروح نشوف إش رح نصمم رح نكتب بالمربع البحث بالأعلى صورة مصغرة صورة مصغرة يوتيوب انتبهوا معي على الشرح حبيبي ففي عنا نحن قياسات لكل مشروع هلا حاليا الصور العرضية لقياسة هي 16 على 9 هي هي الصور المصغرة رح ناخد أي صورة من هالصور الموجودة عنا هي كمشروع جاهز ونعدل عليها طيب فرضا رح نختار أي واحدة من هدول وليكن هاي الخضرات تكتيكات هلا نحن مجرد ما فتح معنا المشروع رح يعطينا أمكانية نعدل على كل الشغلات هلا متل ما إنا شايفين في عنا الصورة عليها إشارة إكسات هاي الصورة اللي عليها إشارة إكسات إنه هاي الصورة مدفوعة إذا بدك تستعمله فأنت لازم تدفع مصاري فنحن فينا نستبدله نعمل له استبدال بغير شي أو عن طريق نعمل حزف فينا نحزف الصورة ونحط أي شي بمكانه هلا هيك حاليا كل شي عم نشوفه على شاشة الكمبيوتر هو مجاني خلونا نغير العنوان فرضا رح نحكي عن هذا الفيديو اللي انتوا عم تشوفه حاليا الصورة المصغرة رح نصممها أنا وياكم بالوقت الحالي فرضا رح أكتب أفضل موقع لتصميم صورة مصغرة لليل تمام هلا هذا هو العنوان اللي عنا طبعا إذا كنا شايفين الخط من العربي الإنجليزي خلونا نروح على شريط الأدوات بأول سطر في عنا هون اللغة طبعا في عندك هون خطوط عربية كتير فيك أنت تستعمل أي خط بيجبك خلونا نكبر شوي هون بهذا المكان أي خط طبعا يجبك أنت فيك تستعمله فرضا أنا رح أستعمل هذا الخط بهذه الصورة بعدين حجم الخط إذا بدك تكبر أو تزغر الخط بعدين لون الخط بعدين تنسيق الخط إذا بدك يا عريض أو عادي بعدين إذا بدك الخط يكون مائل بعدين إذا بدك الخط يكون تحته مثل شخطة بعدين أحرف كبيرة وصغيرة هي بتفيدك باللغة الإنجليزية بعدين اتجاه النص يمين أو يسار أنا رح أختار النص على اليمين باعتبار عبكتوب باللغة العربية بعدين هون تعداد نقاطي إذا رح نشكل فقرات وهون عنها تبعد الأسطر إذا كنت حابب أبعد الكلام عن بعضه أكتر فينا نزيد المسافة بين السطور أو إذا شفت المسافة كبيرة فينا نزغرة كذلك الأمر المسافة بين الحروف فينا نزيد المسافة بين الحروف أو ننقص المسافة بين الحروف بعدين فينا نعمل تأثيرات على النص مثل ما إنا شايفين في عنا تأثير لنيون في عنا تأثير هذا الخط مشبه خط تيك توك أو تأثير الخط المفرغ أو الظل العادي أو الظل اللي أنت فيك تغير لونه على كيفك مثل ما إنا شايفين مجرد ما نغير لون الظل رح يصير في عنا توهج بسيط فأنا أكتر لون بصراحة بفضله هو هذا اللون لنيون بيعطيك جمالية أكتر بالتصميم بعدين في عنا انحناء إذا كنا حابين نعمل انحناء في النص أو الصورة ولكن هون الانحناء بشتغل بس على اللغة الإنجليزية على اللغة العربية فاشل طيب نعمل تراجع ونرجع من مكانه طيب هلا أنا عندي حاليا أضفت النص فقط رح نضيف الجزء الثاني واللي هو رح يكون صورة للصورة المصغرة الخاصة فينا طيب نعمل نضيف عند كلمة الصور أو العناصر أو التحميلات أنا رح أروح على التحميلات لأختار أحد الصور اللي استعملتها بمشارية سابقة وزيكون هاي الصورة رح أحطه هون هيك بهذا المكان تمام بعدين رح نروح على كلمة عناصر ورح نجيب صورة أو لوجو للموقع اللي رح نشرح عنه رح أكتب كانفا كانفا بالعناصر هلا مثل ما أنا شايفين عطانا لوجو كانفا متحرك أو أي صورة من هدول يفضل تكون تصميم جرافيك بحيث ما تكون متحركة أو ناخدها على شكل صورة لأنه رح تعملنا مشاكل أثناء الحفظ فنحن بدنا الملف يكون صورة ما بدنا الملف يكون فيديو تمام حبايبي حاليا رح نكمل ورح نضيف لوجو لكانفا ففرضا أن أخدنا هذا لوجو الكامفا اللي فيه إشارة قلب حب ورح نشوف نضيف كملصق تاني شي بيدل على الصورة أو فيك نضيف لوجو لقناتك إذا كنتنا محمي اللوجو خاص فيك ففرضا أن هذا اللوج اللوجو الخاص فيني بحب أضيفه على كل فيديوهاتي فرضا حطينا بهذا المكان آآ ضل عنا بعض التعديلات للصغيرة فما رح أطول عليكم الفيديو أكتر من هيك آآ رح أعلمكم شلو نحفظ الصورة ورح تشوف الصورة المصغرة هي نفسها إن شاء الله بهذا الفيديو ضل عنا آآ هون إشارة تنزيل رح نضغط عليها وبعدين رح نعمل تنزيل وهيك بكون حفظنا الصورة المصغرة ورح تتحمل مباشرة على جهاز الكمبيوتر عنا آآ طبعا الخطوة البعدة والأخيرة إنه نرفع الصورة المصغرة آآ على الفيديو أو نغيرها لما منحمل الفيديو وهيك منكون تهينا من الفيديو اليوم وتعلمنا شلون نصمم صورة مصغرة احترافية بطرق بسيطة دون الحاجة لخبرة فيك تستفيد مثل ما ذكرنا من المشاريع السابقة موجودة عندك اتعدل عليها وتطور عليها وهيك حبايبي بنكون صنع نهاية الفيديو إذا عندكن أي سؤال فيكن تحطوه ليها بالتعليقات كان معكم أخوكم أحمد من قناة سامبلس السلام عليكم